حتى المرافق العامة والمنشآت الحكومية لم تكن في منأة عن الحرب والدمار إضاعة أبيان المحلية التي تأسست في العام 73 واحدة من المرافق التي كانت هدفا للدمار خلال فترة الحرب أبيان حروبات وكربة منقطعة متواصل واصل فاللذاعة مهمة جدا وأنا من الناس اللي معين لذاعة ما استخدمها في البيت لهذا ما ماش كربة ماش تلفزيون أنا ما أحتاج للذاعة منذ تأسيسها وحتى اليوم الذي توقف فيه بثها الإذاعي ظلت تعمل بأمكانيات متواضعة وبجهود ذاتية وحازت على نسبة كبيرة من المتابعين واهتمت بالقضايا العامة التي تلامس هموم المواطن وتميزت بإنتاجها الإذاعي المتنوع بين البرامج والدراما واحتلت مراكز متقدمة مقارنة بمحطات إذاعية أخرى تمتلك الكثير من الإمكانيات كانت إذاعة في آخر أيامها تقدم أشياء جميلة للمواطنين على مستوى محافظة أبيان بجهة العام الخراب لم يستثني أي شيء فيها وطال حتى مكتبتها القنية بالمخزون الفني والأدبي القديم والذي لم يعد متوفرا في مكتبات أخرى آثار الحرائق في الأرشيف الإذاعي دليل واضح على أن الحرب لم تستثني شيئا في هذه المحافظة لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان موسيقى موسيقى